السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس جديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية الدرس لهذا اليوم هو الموجه لطلبة الصف السادس إعدادي رح نكمل اليونت 5 يوم موضوعنا Relative Closes اللي هي عبارات الوصل أو أدوات الربط Relative Closes عبارات الوصل أو أدوات الربط هاي شنية الأدوات أو العبارات هي أدوات السؤال التي تستخدمها للربط بين جملتين وتحويلهما إلى جملة واحدة خلنا أخذهم نشوفهم ذنشين الهو اللي هي تستخدم الفاعل العاقل الوج لغير العاقل where للمكان الهوز تستخدم للتملك للفاعل العاقل لغير العاقل تستخدم للمكان تستخدم للتملك ذني أدوات سؤال نستخدمها للربط بين جملتين ليش نريد نربطهم عم بلنحولهم إلى جملة واحدة الجملة الأولى الجملة الأولى دائما يكون بيها اسم موصوف الجملة الثانية راح تكون وصفية يعني شنوه وصفية أي تعود على الاسم الذي تم وصفه في الجملة الأولى كل ذني معناتهم الذي التي الذين حسب ما يسبقها من اسم عدنا ثلاث طرق نحل بيها الأسئلة الطريقة الأولى شنية الطريقة الأولى؟ عند وجود الاسم الموصوف في بداية الجملة الأولى زيادة يعني شنوه هاي الجملة ربما يكون بيها الاسم الموصوف في بدايتها موجود أو في وسطها أو في نهايتها هنا راح نقترح أنه عند وجود الاسم الموصوف في بداية الجملة الأولى يعني ببدايتها أكو الاسم الموصوف فأحنا نحل بهاي الطريقة طريقة أولا شنسوي نكتب الاسم الموصوف الموجود في بداية الجملة نكتبه بالحل نكتب الاسم الموصوف الموجود في بداية الجملة الأولى نقطة اثنين نستخدم ضمير وصل مناسب للإسم الموصف من ذني الأربعة طبعا نكون بعد واحدة اللي هي ذات بعدين نأخذها أول شي نكتب الاسم الموصف في بداية الحل بعدين نستخدم ضمير وصل مناسب للإسم الموصف ثلاثة نكتب الجملة الثانية بعد حث الضمير العائد على الإسم الموصف بعد حذف الضمير طبعا عدد ربط بـ where لأنه لا يعود على الإسم الموصف إذا استخدمنا الأدات where هنا ما رح نحفه لأنه لا يعود على الإسم الموصف يعني بالثلاثة ثلاثة الباقية ممكن أنه نكتب الجملة الثانية بعد حث الضمير العائد على الإسم الموصف عدد where نقطة الرابعة والأخيرة بالحال نعود لكتابة ما تبقى من الجملة الأولى زين خلنا أخذ مثال مثال واحد the person must be punished خلصة الجملة الأولى اللي هي الجملة اللي بيها الإسم الموصف the person نقطة هسا رح نجي على الجملة الثانية he stole the house هنحل هاي جملتين الجملة الأولى وهاي الجملة الثانية عدما نشوف إنه الإسم الموصوف في بداية الجملة الأولى إذا نتبع هاي القاعدة أو الطريقة الأولى بالحل نكتب الاسم الموصوف الموجود في بداية الجملة الأولى هذا الاسم الموصوف نكتبه بالحل the person شخص يجب أن يعاقب هو سرق المنزل بعدين نروح نستخدم ضمير وصل مناسب للاسم الموصوف the person هو فاعل عاقل يعني إذن هو هل هو غير عاقل؟ لا هل هو مكان؟ لا هل هو تملك؟ لا على كل ذنية رح ناخذ أمثلة ورح نشوفها بعدين يقول نكتب الجملة الثانية بعد حث الضمير العائد على الاسم الموصوف هذا الضمير نحثه ونكتب باقي الجملة stall the house نكتب الجملة الثانية بعد حث الضمير العائد على الاسم الموصوف كتبناها نعود لكتابة ما تبقى من الجملة الأولى شو بقى من عدهي؟ هل كتبناه؟ بقى must be punished نكتبه هنا وخلصنا هو هذا الحل ناخذ مثال الثاني فاطمان وون فازت the race نقطة خلصة الجملة الأولى here photo was in the newspaper فاطمان فاطمان فازت بالسباق صورتها كانت في الجريدة وين الاسم الموصوف؟ هذه الجملة الأولى في بدايته كان الاسم الموصوف فاطمان نكتبه في بداية الحل إذا علينا هنا ضمير تملك إذا نستخدم الأداة whose نكتب الجملة الثانية بعد حث الضمير هذا نحثه ونكتب بقية الجملة فاطمان بعدها نرجع نكتب ما تبقى من الجملة الأولى فاطمان كتبنا إذا نكتب بقية الجملة نأخذ مثال آخر the book was missing خلصت الجملة الأولى it has the information I wanted عندي the book والاسم الموصوف شرح نستخدم which ليش لأن الاسم الموصوف غير عاقل والضمير العائد هنا شنو it يعني انت حتى لو معرفت الكتاب هو أو the book شنو معناته أو كذا انت رح تشوف هنا هنا it ال it دائما تعود للأشياء الغير عاقلة إذا نستخدم هنانا which أنزل الاسم الموصوف أنزل حسب القاعدة الثانية أو النقطة الثانية نستخدم ضمير وصل المناسب اللي هو which أحسب الضمير وأكمل الجملة has the inform has the inform I wanted وأكمل الجملة الأولى ذا بوك نزلت هنا أنا بعد ما كود أكتبها مرة ثانية أكمل was missing آخر مثال University of University of University of ما هي الجامعة بغداد؟ كيف تتعلم؟ خلصت الجملة الأولى زهراء كيف تتعلم؟ مكان بجامعة بغداد إذن أستخدم الأدات WHERE تبع المكان نزل ذمير الوصل WHERE ما هي الأدات هنا فقط دلنا ال WHERE ما أطبق بيها النقطة الثالثة أي ما أحذف الشيء اللي بعد النقطة أو بداية الجملة الثانية إذا كان ضمير تملك أو ضمير فاعل فما أحذف مباشرة أكتب الجملة الثانية مباشرة أكتب الجملة الثانية زهراء مباشرة 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 بعدها أرجع للتكملات الجملة الأولى مباشرة أوكي وبهذا نكملنا الطريقة الأولى بالموضوع الطريقتين الثانية والثالثة سنكملها في دروس قادمة أتمنى أن الطريقة الطريقة الشرح بالورقة والقلم تستفادون منها ونكمل بقية المحاضرات بهالطريقة يلا أراكم على خير مع السلامة